تتسارع التطورات علم الطب والتكنولوجيا لتكشف لنا يوما بعد يوم عن أعماق الجنس البشري وتعقيداته الفيسيولوجي ويعتبر جسم الإنسان مثل مدينة معقدة حيث تؤدي كل مجموعة من الأعضاء وظائف حيوية للحفاظ على توازن الحياة ومع أن كل جزء من هذا الجسم الرائع يشكل جزءا لا يتجزأ من النظام البشري إلا أن هناك بعض الأعضاء يمكن للإنسان العيش بدونها وفي هذا الفيديو سنعرض لكم مجموعة من تلك الأعضاء وسيذهل كل بعض منها بطريقة لا يمكن تخيلها إذا كنت تتابعنا للمرة الأولى فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد الكلية هناك أعضاء يتواجد منها في الجسم نسختان مثل الكلا وفي حالة الكلا تحديدا فإن الجسم يستطيع العيش بكلية واحدة ودون مشاكل صحية تقريبا وذلك في حال الحصول على العناية اللازمة في حال كانت الكلية المتبقية سليمة وصحية فإن ذلك قد يكون كافيا لجعلها تعمل بكفاءة كليتين ودون مشكلات ولكن في بعض الحالات الخاصة قد تنشأ مضاعفات صحية مثل خلل بسيط في وظائف الكلية المتبقية أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم المعدة والأمعاء الدقيقة مع أن هذا من الصعب تصديقه إلا أن العيش دون معدة وبشكل صحي أمر وارد الحدوث فقد يقوم الأطباء بعمل جراحة تربط البلعوم والمرئة مباشرة بالأمعاء الدقيقة بعد فترة النقاهة والتعافي من الممكن للمريض أن يعود لتناول الطعام ولكن بكميات قليلة مع أخذ مكملات غذائية تساعد في طعوض أي من المواد الغذائية التي لا يتم امتصاصها بكفاءة كما من الممكن العيش بشكل طبيعي بعد استئصال جزء أو كامل الأمعاء الدقيقة مع إجراء تغييرات في حمية المريض الغذائية فهي تعد إحدى الأعضاء التي يستطيع الإنسان العيش بدونها عند استئصال الأمعاء الغليظة أو القولون يحتاج المريض لتركيب كيس خارجي لتجميع البراز فيه حيث إن البراز الآن لن يستطيع الوصول إلى فتحة الشرج كالمعتاد دون وجود قولون يكون الكيس بحجم كف اليد ومتصلا بالبطن ويحتاج من المريض وقتا للاعتياد عليه والمريض لا يكون بحاجة عادة لعمل الكثير من التغييرات في حياته عدا بعض التغييرات في الحمية الغذائية ونمط الثياء هناك أشخاص كثر حول العالم يقومون باستئصال القولون ويكملون حياتهم بشكل طبيعي تقع الغدة الدراقية في العنق وتؤثر على النمو وعمليات الأيد في الجسم ووظائف عدة أخرى ومع هذا كله فإن الغدة الدراقية من الأعضاء التي يستطيع الجسم العيش من دونها مع أن المصاب قد يحتاج للانتظام على بعض الأدوية الهرمونية لتعويض أي خلل قد نتج عن استئصال الغدة الدراقية أو جزء منها إلا أن المصاب قد يستطيع أن يعيش حياته بشكل طبيعي إذا تلقى العناية اللازمة إذا تعرض الطحال لتمزق فقد يحتاج الأمر إلى استئصاله بالكامل ولكن هذا قد لا يكون مشكلة كبيرة كما قد يتخيل البعض تبعا للخبراء فإنه في حال استئصال الطحال دون وجود أي حالة صحية مزمنة قد سببت فقدانه أو كانت مرافقة له فغالبا سوف تتوزع وظائف الطحال على باقي أعضاء الجسم فيما بينها لكن يجب التنويه هنا إلى أن الطحال يساعد في الحماية من العدوى والالتهابات لذا فإن غيابه من الجسم قد يزيد من فرص الإصابة بالأمراض خاصة في الفترة ما بعد العملية مباشرة من الممكن أن يتم استئصال الخصيتين أو الرحيم مثلا بسبب أمراض معينة مثل السرطان ومع ذلك يستمر المريض في العيش حياة طبيعية وأحيانا قد تولد المرأة دون وجود رحم أو أجزاء أخرى في جهازها التنسلي الرئة مع أنك قد تعتقد أن فقدان إحدى رئتيك قد يقلل من كفاءة الجهاز التنفسي لديك إلى النصف إلا أن الأمر ليس كذلك تماما فرئة واحدة سليمة أو حتى رئة ونصف قد تكون كافية لعيش حياة طبيعية من قبل المصاب والذي يحدث هنا هو أن كفاءة الجهاز التنفسي تقل فقط بنسبة من 10 إلى 20% وذلك بعد استئصال إحدى الرئتين ومع الوقت تبدأ الرئة المتبقية بالتوسع في الفراغ الذي تركته الرئة الأخرى المستأصلة المرارة يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية تماما دون المرارة حيث سيبقى الكبد ينتج ما يكفي من الصفراء لهضم الطعام ولكن بدلا من تخزينها في المرارة فإنها تفرز للجهاز الهضمي مباشرة فتكون النصيحة بأنه يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل عام يعد الدماغ عضوا مهما جدا في الجسم لكن يمكننا العيش بنصفه والتمتع بحياة طبيعية نسبيا نتيجة لذلك سيتم فقد العين واليد الموجودة في الجهة التي أزيل منها نصف الدماغ من الناحية الفنية إن اللوزتين عبارة عن غدد لنفاوية مهمة لنظام المناعة ومع ذلك تصاب اللوزتان بالالتهابات بشكل متكرر إلى حين إزالتها وفي كثير من الأحيان تسبب اللوزتان مشاكل أكثر من الفوائد لذلك يمكننا العيش من دونها الزائدة الدودية الزائدة الدودية لا تلعب أي دور رئيسي في عملية الهضم وعند التهابها يجب استئصالها جراحيا يمكن استئصال المثانة من الجسم دون خوف إذا كانت هناك مخاطر صحية على الحياة النقطة السلبية الوحيدة في هذه الحالة هي حاجة الإنسان إلى خزان خارجي لتجميع البول يقع هذا العضو في نهاية العمود الفقري ويتكون من ثلاث إلى خمس فقرات منفصرة أو منصهرة تحت عظم العجز أي الجزء الأخير من العمود الفقري في جسم الإنسان ويمكن للإنسان الاستغناء عن هذا العضو دون أن يؤثر ذلك على حياته إلى جانب كونها مؤلمة للغاية عند التخلص منها فإن أسنان العقل عديمة الجدوى وتتسبب في اختلاط الفك لدينا وإعاقة صحة الأسنان إن شعر الرأسي يعمل على حمايتنا وعزل الحرارة بينما يحمي شعر الحاج بين عيوننا من العرق وبالنسبة للذكور يمكن أن يلعب شعر الوجه دورا في الجذب الجنسي إذن لماذا نحتاج إلى شعر الجسم؟ إنه شيء يمكننا العيش من دونه يفرز إنزيمات الجهاز الهضمي وبالذات الأنسلين الذي يسبب غيابه مرض السكري فعندما يستأثر في حالة الإصابة بالسرطان يتعين بعضها على الشخص اتباع نظام غذائي خاص مدى حياته وكذلك تناول الإنزيمات وحقن الأنسلين العيون بالطبع يمكن أن نعيش بدون أعيننا وقد يفقد الإنسان البصر بسبب حادث أو قد يولد بدون حسة الإبصار ومع ذلك يعيش حياته بصورة طبيعية وفي نهاية هذا الاستكشاف لعالم الأعضاء البشرية التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها ندرك أن الجسم الإنساني يظل آلة حية معقدة تعتمد على تناغم فريد بين أعضائها إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر